الحقد والحسد والخبث كان سلاح الشيطان ضد بني آدم وقد يكون الشيطان من الإنس لم يكن أداة بيد إبليس ومن قصص التاريخ كنا سمعنا بقبيلتين الأوس والخزرج اللي دخلت الإسلام بعد نزاع طويل في الجاهلية فيما بينهم وثارات ودم على أبسط شيء حتى هداهم رب العالمين إلى الإسلام وكان هناك رجل يهودي اسمه ساش بن قيس قال الأوس والخزرج اجتمعت على الإسلام وأتركهم بحالهم لا لا بد أثير بينهم الفتنة أرسل أحد أتباعه أو صار يثير فتن بين الأوس والخزرج قال وقلت وفلان فعل كذا وفلان قال كذا ونحن حسبنا كذا وهؤلاء يقولون نسبنا كذا وتعرف هذا النعرة الجاهلية واللي للأسف ممكن موجودة لليوم أنا ابن فلان وأنا نسب فلان المهم ثارت العصبية الجاهلية بين القبيلتين من جديد وهاجت نقر الفتنة بينهم اجتمع رجال من القبيلتين في مكان واحد والكل صار يحمل السلاح ارتفعت السيوف وصل الخبر للرسول صلى الله عليه وآله غضب وخرج لهم حتى يدارك الأمر وصاح بهم يا محشر المسلمين الله الله بدعوة جاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم للإسلام نعم لأن هذه النعرات الجاهلية ما تتناسب مع جو الإسلام أراد يذكرهم أن منهج الإسلام قائم على المحبة والتسامح والعدالة أما على كل شيء نزاعة وحرب وثارات هذا منهج جاهلية والله تعالى ورسوله بريئ منها يقول الله تعالى أفحكم الجاهلية ليبغون؟ وهذه الآية موجهة إلى الجميع بعدها ندم القبيلتين وعرفوا أن الشيطان أراد أن يوقع بينهم من جانب آخر الإنسان واجب يكون واعي أو يحذر من أهل القال والقيل والفتن وأمر آخر الحذر من الفرقة بين أبناء الدين الواحد لأن كل ما كان أهل المنهج الواحد متكاتفين يكونوا الأقوية ترجمة نانسي قنقر